اشتركوا في القناة اخواني ان شاء الله اليوم بدنا نتعلم كيف نأخذ بيانات محرك ثلاث سرعات طبعا هذا المحرك هو ثلاث سرعات لكن الجماعة لغين سرعة وبشتغلوا عليها على سرعتين بدنا نشوف كيف نأخذ بياناته ان شاء الله وراح اعطيكم انا قياسات الحديد وكامل التفاصيل العدد في اخر الفيديو ان شاء الله رب العالمين وراح نتكلم عن التوصيلة كمان طبعا المحرك بعرف اذا واضح دعوني اطفل الفلاش بل كيكون اوضح زي ما انتم شايفين هنا ثلاث سرعات هاي لو وهاي وميديوم وطبعا محددين الدورة ولاحظوا هنا في سهم يمين وسهم الشمال يعني بيدل انه ممكن يدور على اليمين وعلى الشمال طبعا تبديل بعض الاسلاك على هذا الاساس بكونوا مخرجين هنا اسلاك زيادة على اساس انه نقدر نبدل الدوران متجاه الدوران طبعا مكثف 12 ميكرو فرد قوته نصح حصان اثنين وسبعة بالعشرة امبير والسرعة 1380 اللي هي الاربي ام طيب طبعا احنا في البداية ما بهمني كم سلك الخارجي منه بدنا نشوف نفكر الخيط ونشوف الاسلاك شو واصل عليها من الملفات طبعا من قطع الخيط طبعا من قطع الخيط طبعا هو كأنه لها مروحة او مروحة ما بعرف ليش بالضبط بصراحة طبعا هنا هناك افرلود كما انتم شاهدين افرلود بالعادة في هاي المحركات بكون واصل على خط المشترك اللي هو خط المشترك في محركات السرعات هاي بيكون طرف تشغيل لوحده ومش زي المحركات العادية الواحد فاز طرف المشترك بيكون تقويم وتشغيل لا في محركات السرعات المشترك بيكون طرف تشغيل لوحده فقط نحاول نرفع الاسلاك طبعا شوية شوية خوف انه تتقطع عسان ما نضيق معلومات اي سلك زي ما انتو شايفين هيك نفس الكل سلك لوحده دعونا شيء باخر لازخ وارجحنا طيف الآن انا فكيت الاسلاك زي ما انتو شايفين اخواني بدنا نفهم شغلي بس في هاي المحركات طبعا شرحت انا في سلسلة بلاد الشام اللي هو عن محرك الاربع سرعات كيف بكون ترتيب الاسلاك ترتيب الاسلاك المشترك بكون عليه خط تشغيل من الملفات طبعا هون من الملف عليه خط تشغيل لوحده السريع بكون عليه خط تشغيل زائد تقويم زائد خط سرعات السرعة الوسط بكون عليها اثنين خط سرعات خطين سرعات هاي اهم اشي طبعا اذا كان في سرعة وسط ابطأ بكون كمان عليها خطين سرعات يعني كل مكان عندنا سرعات اكثر بكون عليهم خطين من السرعات دائما اي سرعة ابطأ من السريع عليها فقط خطين من السرعات هذا الكلام لازم نفهمه ونحفظه احنا اللي هو المشترك عليه خط تشغيل لوحده السريع عليه خط تشغيل زائد خط تقويم زائد خط سرعات طبعا خط السرعات هذا احنا حكينا بكون اللي بعيدة اللي انا نفهمكم السرعة الوسط او الوسط طبعا عليها خطين من السرعات بظل عندنا خط البطيء عليه خط واحد من السرعات خط واحد من السرعات طرف واحد من السرعات الان احنا منشوفه تطبيق عملي هذا الكلام طبعا منشوف الاسلاك احنا اه اه طبعا اه اه هون خط المشترك بكون معه مكثف بكون واصل معه مكثف بشكل دائم عليه خط تشغيل من الملف زائد خط مكثف خارجي طبعا بكون زي ما انتم ملاحظين احنا عنا هنا امبين هاي الرسيات هذول الخطين للمكثف واضح الرسيتين السلكين الوحيدين اللي عليهم رسيات هذا هم الابيض والفني عليهم رسيات للمكثف الان احنا لو نشوف الابيض من وين جاي من وين واصل واصل من طرف تشغيل لوحده طبعا اه زي ما انتم ملاحظين اللف هنا مجوز بسلكين اللف مجوز طبعا انا بحافظه وعارفه اه بسجل عندي السرعات مجوز والتشغيل مجوز ملفوف بسلكين الان لاحظوا هوان عليه خط من التشغيل جاي لواحده اذا الابيض هو خط المشترك بنسجل احنا هنا الابيض خط مشترك بنقصوا احنا خلاص ما بلزمنا يعني هيك لانه لاحظوا انتم الابيض هون مع زي ما حكينا طرف مكثف مكثف عليه خط من التشغيل ومعه طرف مكثف لوحده بكون هذا هو خط المشترك طيب ولو نلاحظ احنا الابرلود بحطوب العادي في هاي المحركات على الخط السريع لو نلاحظ احنا خط السريع هذا هو اللي عليه الابرلود جاي خط من السرعات هذا هو خط السرعات والخط الثاني جاي من التشغيل زي ما انتم شايفين خط تشغيل وخط سرعات طبعا خط التقويم هون لانه عكس الدورة خارجي فبكون توصيل خارجي خارجي الآه التقويم بوصله خارجي فحنا نلاحظ ��حوا حانا سكني واسود لو نشوف السكني واسود هاي الاسود لو نشوف السكني السكنيها واصل مع طرف برتقالي وواصل مع طرف برتقالي ولو نراحه البرتقالي هون شو هو من left to tomorrow هاي من هون من الداخل طرف تقويم إذن هذا الخط الأسود سرعات والبني والبرتقالي خط تقويم والسكني خط زي ما حكينا اللي هو خط البني السكني عفوا خط سرعة والأسود خط تشغيل والبرتقالي خط تقويم فإذن تشغيل وتقويم وسرعات تشغيل وتقويم وسرعات تشغيل تشغيل تقويم وسرعات هذا خط السريع إذن إحنا عنا هنا في الخارج هنا الخط الأسود هو خط السريع فقط لأنه السكني والبرتقالي يموصلين مع بعض على أساس أنهم وصلوا مع الأسود وصلين مع الأسود عن طريق الأبرلود إذن إحنا عنا هنا الأسود خط السريع أو السرعة العالية وإحنا الآن بنقصه وبنقص البرتقالي كمان اللي هو التقويم بيبقى عنا بيبقى عنا هنا الآن ثلاث أسلاك ثلاث أسلاك عفوا طبعا لو بنلاحظ الآن الخط البني جاي من التقويم الخط البني واصل من التقويم وإحنا لو نشوف الخط البني هنا مثلا إيش هو لاحظوا على راسية إذن للمكثف إذن فعلا الخط البني تقويم لوحده للمكثف هنا البني بنسجل هاي المراحلات إحنا عشاز نرجع كل شيء على اللون آآ الخط البني مكثف اللي هو تقويم لوحده وبنقصه طبعا البني بيبقى عنا الأحمر والأزرق الأحمر والأزرق لاحظوا الأحمر الأحمر عليه خط واحد سرعات طبعا هو ملفو مجول زي ما حكيت لكم أنا الأحمر عليه خط واحد سرعات خط واحد سرعات هذا بيدل إنه البطيء زي ما كتبنا هون إحنا عليه خط سرعات لوحده هون لوحده خط واحد سرعات إذن عنا الأحمر بطيء الأحمر بطيء وبنقصه وببقى عنا الأزرق لاحظوا هم بس لفينهم على بعض الأسلاك هنا جاي عنا الآن هيك صار أوضح هون جاي سلكين من هون من السرعات وسلكين هون من السرعات لأنه اللف مجول زي ما حكينا فإذن عليه خطين سرعات عليه خطين سرعات وإحنا حكينا الوسط عليه خطين سرعات إذن الأزرق الأزرق وسط سرعة الوسط والآن هاي هيك تقريبا جاهزة بيانات الأسلاك وألوانهم وقدرنا نحدد إحنا كل سلك شو هو وشو لونه على أساس إحنا نرجع كل شي زي مكان والآن أنا بفكه وبعد السرعات وبعد التشغيل والتقويم وإن شاء الله بنتكلم عن كيف طريقة التوصيل توصيلة الأسلاك إن شاء الله مش عارف في آخر الفيديو أعمالها فيديو لوحدها مشوف الله شو بيسر خليكم معنا طيب والآن أنا طبعا لفيته المحرك زي ما تشاهفين وخلصته وظل عليه بس إني أربطه أدهنه هاي شكله طبعا أنا لفيته سرعتين مش ثلث سرعات إن شاء الله بنتكلم بفيديوهات قادمة كيف إنه منقدر نلف ثلاث سرعتين أو السرعتين ثلاث سرعتين لكن الآن هاي بياناته طبعا قطر الحديد 7.9 سنطي وطول المجرى 5.1 سنطي ونوع أوليفيني التشغيل ملفات التشغيل ملفوفة 1.7 1.5 1.7 1.9 50 80 80 لفة 50 لفة 80 لفة 80 لفة بسلك 6 ديزيم والتقويم ملفوف خطوة 1.6 1.8 1.10 هاي مجموعة لوحدة من ثلاث ملفات ومجموعة ثانية من ملفين 1.6 1.8 مجموعة لوحدة يعني عنا مجموعتين كل مجموعتين متقابلات واحدة ثلاث مجموعتين وواحدة مجموعتين طبعا العدد 50 للصغيرة الخطوة الصغيرة و100 100 للخطوتين الأكبر والمجموعة اللي ملفين 50 100 عددها طبعا السرعات عندك خطوتين خطوة 1.7 ملف لوحده له بداية ونهاية وخطوة 1.9 ملف لوحده له بداية ونهاية طبعا بتسقطوا فوق ال 1.7 وال 1.9 للتشغيل طبعا بعدد 60 لفة 60 لفة لكل سرعة قطر السلك 5 دزيم للسرعات وللتقويم كمان 5 دزيم زي ما انتوا شايفين واللي بحبي ياخذ صورة للشاشة للبيانات هاي هي زي ما انتوا شايفين طيب يعني الفيديو طال شوي منا احنا خلاص بنخلي معناته لفيديو قادم في ايام قادم ان شاء الله نتكلم عن تحويل السرعة او يعني من ثلاث سرعات لسرعتين لأربع سرعات لخمس سرعات كيف نقدر احنا نعمل او نتحكم في عدد سرعات المحرك بالتفصيل وهاي هي ان شاء الله انكم تستفيدوا من المعلومات ولا تنسوا زي ما بوصيكم دائما وبوصي نفسي صلواتكم الخمسة والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته